هناك تخبط في الفترة الأخيرة وعملية يمكن زي ما يقولوا هلع وخوف من الأشخاص أو المغتربين اللي موجود هنا ما فيش حد عارف يفرق بين إيه هو اللجوء وإيه هو الحماية المؤقتة ياريت توضح للسادة المشاهدين ما هو المعنى الحقيقي لكلمة لجوء والمعنى الحقيقي لكلمة الحماية المؤقتة تمام خلينا الأول نعرف إيه هو اللجوء ومين هو الشخص اللي بيطلق عليه صفات لاجئ اللجوء هو إن يكون عندك في بلدك خطر مباشر على حياتك يعني لو قعدت في بلدك وفضلت قاعد بالمكان اللي أنت فيه هتموت خلاص فبالتالي أنت لازم تغادر المكان بتاعك ده اللجوء تمام الحماية المؤقتة هي إن يكون فيه سبب أو فيه عقق معين ببلدك مثلا زي حرب زي ما موجود في سوريا دلوقتي أو مثلا فيه دول بيكون عندها نقص جامد بالطعام الأشخاص لو قاعدوا هيموتوا من الجوع أو مثلا فيه واحد تاني عنده مرض شديد جدا ولو قاعد ببلده ما فيش علاج في بلده ولازم يكون موجود بالنمس عشان يتعالج فبيدولوا حماية مؤقتة لفترة محددة وبعد كده بتتجدد مزبوط طب يعني الجزء الأول من اللجوء ده ينطبق عليه أي نوع من أول هو ده خاص باللجوء السياسي ولا اللجوء الاقتصادي أو يعني ده هل هناك نوع معين من النوع اللجوء ولا اللجوء بشكل عام لا ده لجوء بشكل عام سواء سياسي أو اقتصادي طبعا هو مبدئيا ما فيش لجوء اقتصادي يعني أوكي ممكن تعمل لجوء اقتصادي بس غالبا عادة بتاخد حماية مؤقتة فيه بس اللجوء اكتر حاجة اللي هو اللجوء السياسي اللجوء الديني بسبب مثلا عنصرية أو يكون مثلا فيه حرب جمدة جدا بالبلد ممكن الشخص بفترة على حماية الشخص طب ده مدتي بتكون كام يا سيد زانفين مدة اللجوء أو مدة الحماية المؤقتة ده بقى سؤال ممتاز جدا لان للأسف الناس مش عارفة كتير عندها معلومات بالموضوع دوت يعني فيه ناس بتقولك اللجوء ده ايه هو ده لجوء دائم ولا لجوء مفتوح ولا ثلاث سنين ولا خمس سنين ولا ايه بالزبط يعني انا فيه ناس بتتصل يعني بيبقوا ممكن لنا في قضية اللجوء بتاعهم وبيجيلوا لجوء بتصل بيه بقولوا مبروك انت حصلت على اللجوء بيقولي يعني ايه يعني اخدت ثلاثة ولا خمسة ولا سنة هو مش عارف فخلينا نقول اللجوء هو اسمك لاجئ تحصل على صفة اللاجئ تمام ثلاثة او خمسة مفيش حاجة اسمها ثلاثة او خمسة هو كان اللجوء لغاية فترة طويلة من الزمن كان اللجوء خلاص يعني مش محدد بمدة معينة لحد ما قالوا لأ خلاص خلينا نحدده لمدة معينة فأصبح ثلاث سنين طيب بيتجدد بيتجدد اوتوماتيكي مفيش اي مشكلة بس الفكرة هي انت لاجئ فلما حد يقولك انت حصلت على اللجوء معناته ان انت معاك حماية ام معاك اقامة خلاص مفيش مشكلة فمش عزي انت فكر بقى هما ثلاثة ولا خمسة ولا سنة ولا كذا يعني هما فيه كده هنا شقين لما اي مهاجر او مغترب موجود هنا للاسباب اللي حضرتك ذكرتها في بداية الكلام لما بيقدم يا اما بياخد يا اما بيبقى لاجئ تحت الشروط اللي قلتها او واخد حماية مؤقتة واللجوء نفسه اول حاجة بيبقى ثلاثين هدي بتتجدد من نفسها ولا هو بعد نهاية كل فترة يروح يقدم مرة تانية او يجدد الاقامة هي بتتجدد بس طبعا هو بيديله جواز سفر الجواز ده اكيد بينتهي من حق ان هو يجدده نعم يعني هو بيحصل على جواز سفر جواز سفر لاجئ بالزبط جواز سفر لاجئ بيحصل عليه من البيئة فقا الحماية المؤقتة بقى دي حماية مؤقتة بتصدر بسنة الاول تمام اول مرة الشخص بياخدها بسنة وبعد كده بيجددها لسنتين في سنتين كل مرة بتتجدد لسنتين ومعلومة عايزين نقولها للاشخاص لان في ناس بتفكر ان هو بعد ما قدم اخد حماية سنة الحماية بتتقلب لجوء اوتوماتيك بعد سنتين تلاتة لا غير صحيح انت بتبقى على الحماية السنوية بتجددها لسنتين في سنتين في سنتين وهكذا لحد ما تنقل خالص لإقامة مختلفة تماما طيب يعني ده بس بسواء اللجوء او عملية نقطة تانية هل دولو علاقة بموضوع لم الشمل ولا دي جزئية تانية خالص مختلفة عن موضوع اللجوء او موضوع الإقامة المؤقتة خلينا نقول كده لان مش نقدر نقول كل الحاجات بس ممكن نقول ابرز الحاجات اللي عاملة فرق بين اللجوء والحماية المؤقتة تمام اللجوء ابرز ميزة فيه لم الشمل دي من وجهة نظري انا يعني اهم حاجة فيه لم الشمل انت لما بتاخد اللجوء تقدر تعمل لم شمل لأسرتك بدون شروط زي ما قلنا في الحلقة السابقة وبمنتهى السهولة ما فيش مشكلة اما اللي عنده حماية مؤقتة لازم شروط ولازم ينتظر برضو ذكرناها في الحلقة الماضية فابرز نقطة فيها او اكتر ميزة موجودة في اللجوء هي ان الشخص يعمل لم شمل بطريقة سريعة دي اول نقطة فيه نقطة تانية كمان مهمة جدا للجوء بس انا من وجهة نظري دي مش نقطة كبيرة قوي لان ممكن الشخص ان هو يلاقي لها حل قالوا هي المساعدات الاجتماعية يعني الشخص اللي عنده لجوء النمسا بياخد في كل النمسا بياخد حقوقه كاملة اما اللي مع حماية مؤقتة فيينا بتدي مساعدات اكتر من المساعدات اللي بياخدها بالمحافظات الاخرى فممكن ده كمان يكون نعائق للشخص انه مثلا فيه ناس عايزة تقعد بلينز او بتيرول والمساعدات هناك ضعيفة جدا فبيضطر ان هو ينقل يجي على فيينا طب هو ليه الفروق دي من مقاطعة لمقاطعة او في فيينا اكتر من الاماكن التانية هل ده قرار خاص بكل مقاطعة ولا المفروض ان هو لجوء خاص بقانون اللجوء بواجهة عامة لا لا هو مروش علاقة بقانون اللجوء هي دي حاجة الدولة هي اللي عملاها او هي اللي بتقول مثلا فيينا بتاخد كزا من المساعدات والمحافظات بتاخد اقل دي قرارات خاصة بالمقاطعات بالزبط 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 طيب بالنسبة لجواز السفر شكل جواز السفر اللي بيحصل عليه الشخص اللي حاصل على حماية مؤقتة وشكل الجواز اللي بيحصل عليه الشخص اللي عنده لجوء سؤال ممتاز سؤال ممتاز لان ده كمان برضو فرق بين اللجوء وبين الحماية المؤقتة اللجوء هو اول ما بتاخد اللجوء ممنوع تروح على استفارة بلدك وممنوع تطلع او تحمل جواز سفر بلدك مرة تانية إذا السلطات النمساوية عرفت أن أنت طلعت جواز بلدك مرة تانية أو دخلت على السفارة فبيعتبروا أن أنت دخلت أرض الوطن بتاعتك وده بيكون سبب قوي جدا أن يسحبوا اللجوء بتاعك يعني ده بالنسبة لهم كأنه كده ازدواج الجنسية بالنمسا بالنمسا من أن النمسا بتمنع ازدواج الجنسية يبقى كده بيحصل عملية خطأ يقدر يسحبه من اللجوء بس لأنه هو واخد لجوء مش من حقه يروح بلده ولا من حقه يشيل جواز السفر بتاع بلده ففي الحالة دي هو خلاص ممنوع فالنمسا هي بتصدر له جواز سفر لاجئ بيحمله وبيقدر يسافر بأي حتة بالعالم مع ده بلده فده بيبقى سهل لأن ناس كتير بتحتاج جواز السفر الحماية المؤقتة مختلفة وده مشكلة بتواجه ناس كتير جدا أنه هو النمسا بتقول لك أوكي أنت معاك حماية مؤقتة روح على صفارة بلدك وطلع جواز سفر واشتغل به فيه ناس بتقول لي أنا خايفة هل أنا من حقي؟ آه من حقك ما تخافش أنت لو دخلت السفارة وطلعت جواز بلدك ما فيش أي مشكلة من حقك لأن الدليل على كده دولة نمسا بتقول لك روح وطلع الجواز واشتغل به وتقدر تسافر فيه ده من حقك فيه ناس عايزة تحصل على جواز نمساوي أو جواز من البيئة فقه مش دايما متاح للأسف فده بتبقى برضو مشكلة عند بعض الناس أنه هو عايز ياخد جواز هنا بس ما بيقولوش أنه هو يطلع له جواز أو بيرفضه صراحة هي مسألة حظ كبيرة فيه واحد بيقدم على جواز بيقدر يحصل عليه وفيه حد تاني بيقدم على جواز من مقاطع تانية بيحصل عليه يعني موضوع الجواز دي مشكلة كبيرة صراحة طب يعني لو قدرنا دلوقتي نحصر الموضوع اللي تكلمنا فيه أو النقطة اللي احنا تكلمنا فيها دي اللي هو الفرق بين الإقامة المؤقتة واللجوء في الثلاث نقاط دول هنقول عندنا لم الشمل وده تكلمنا عنه موضوع جواز الصفر موضوع المساعدات الاجتماعية اللي بيحصل عليها كل فرد دي أبرز النقط يا دكتور ممدح وعايزة بست أوضح حاجة للمشاهدين احنا ليه بنتكلم في الموضوع دا دلوقتي انا بيجي لي مثلا شاب في المكتب عمره عشرين واحد وعشرين سنة أو أكبر ايا كان عمره ايه تمام بيجي عنده هلع حاليا في حاجة اسمها في النمسا هلع الإقامة المؤقتة أو اللجوء فده بيجي لي مرعوب جوار عب بيقول لي أنا عايز اللجوء بأي شكل طيب أنا أول حاجة لما بيجي لي واحد بيقول أنا عايز اللجوء أول حاجة بسأل عليها بقول له عندك لم الشمل ولا لا لأن هي بصراحة دي نقدر نقول أكبر نقطة مؤلمة في الموضوع لم الشمل بيقول لي لأ أنا ما عنديش لم شمل طيب انت ليه عايز تحصل على اللجوء أوكي هنساعدك بس ايه السبب اللي مخليك متوتر جدا وتعبان نفسية للدرجات دي يقول لي كده ما كل ناس معها لجوءش معنا انا لأ أو مثلا يقول لي أصلا أنا خايف هيرحلوني الإقامة بتاعتي مش هتتجدد ده اللي بيكون حصل على إقامة مؤقتة بالزبط فإحنا طالعين النهاردة عشان نطمن الناس نعم إن أكبر كارسة هي كارسة لم الشمل فلو واحد ما عندوش لم شمل يعني ماشي نحنا نساعدك تأخذ اللجوء بس انت مش محتاج تتوتر بالطريقة دي تمام انت معاك إقامة ودي حماية بتقدر تشتغل بيها بتقدر تعيش بيها بتاخد مساعداتك بتقدر تتعلم لغة بتقدر تشتغل ومع الوقت بنقدر نبدلها لك لإقامة أفضل منها لأن موضوع الترحيل حاليا زاج ناس كتيرة فيه ناس كتيرة جدا قال أنا من موضوع الترحيل بيقولوا أنا ممكن أترحل في أي وقت خلينا نوضح النقطة دي كمان الترحيل للسورية في الوقت الحالي مش بالسهولة لناس متخيلها نعم إحنا ما نعرفش بعد 4 أو 5 سنين إيه اللي ممكن يحصل بس لغاية الوقت الحالي ما فيش ترحيل ما سمعناش إن في طائرة نزلت على مطار دي مش كرحلة سوريا